موسيقى حسم الفصل الاخير من الانتخابات يوم امس في اسماء اول رؤساء الجهات الاثني عشر بعد التقسيم الجديد للمغرب في اطار الجهوية الموسعة سجال وصراع وتضارب لمصالح هذا الحزب وذاك كلها مفاهيم تعرف عليها الناخب المغربي خلال ايام ما بعد الرابع شتنبر التحالفات بمنطقها الذي لا يبدو منطقيا بالنسبة للشارع المغربي كانت محطة حاسمة وزعت كراسية الجهة على احزاب المعارضة والاغلبية حظيت هذه الاخيرة الممثلة بكل من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بخمس جهات مقابل سبع جهات حصلت عليها المعارضة ممثلة بكل من حزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية في شخصي عبدالصامد السكال والحبيبة شوبهني حصل على جهة الرباط سالة القنيطرة وجهة درعة فيلالت كما حصل حزب تجمع الوطني للأحرار على رئاسة كل من جهة قلمي موادنون وجهة سوس ماسا وقد حصل حزب الحركة الشعبية على جهة فاس مكناس طبعا الحال ينتظرون عمل كبير جدا فالقانون تحدث عن جهوية متقدمة بمؤسسات جديدة بهيكلة جديدة باختصاصات أوسع فالتالي لدينا هذا الوش كيف نحققه كيف نبني هذه الإضافة الجديدة بالوكالة لإنجاز المشاريع كذلك نحن في جهة ناتجة عن دماج جهتين فهناك عمل بشهد لإندماج جتم بسلاسة وبطريقة تستير بصرعة كبيرة جدا أن ننطلق في العمل فست سنوات مدة ضيقة كذلك الحمد لله الآن لدينا جهة أصبحت متكاملة فيها كل الجوانب الاقتصادية الكبرى فيها الصناعة الآن فيها السياحة فيها الفلاحة فيها المناطق الطبيعية هذه كلها طاقات ومؤهلات وجب استثمارها أما حزب التحكم ذي الولادة المشبوهة كما يصفه عبدالإله بن كيران وكما يتحدث البعض عن أساليبه الملتوية خلال مراحل الانتخابات فقد انتزع جهة تانجة تطوان الحسيمة عن طريق إلياس العمري الأبو الشرعي للبام كما يصفه الموالون لحزبه فيما أسفرت النتائج التي أثرت جدلا حول انقلاب بعض عناصر حزب الحمامة على حليفهم في الحكومة بشهة الدار البيضاء ستات أسفرت على فوز مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الشعب المغربي إذن قال كلمته الأولى عبر صناديق الاقتراع وترك باقي السطور والعبارات لمن أوصلهم لكرسيه المسؤولية ومنحهم ست سنوات قادمة ليعود إليهم بكلمته الأخيرة ويبقى السؤال المطروح هل رسم الاقتراع المحلي والجهوي الأخير معالم خريطة الانتخابات التشريعية التي سيكون المغاربة على موعد معها خلال السنة المقبلة أم أن هذه الأخيرة ستحمل لمغرب الاستثناء خريطة من نوع آخر ترجمة نانسي قنقر